شاب لبناني آخر انتقل إلى مثواه الأخير دافع حياته ثمنا لصراعات لبنان السياسية خمسة أيام مرت على حادثة قبر شمون في جبل لبنان التي انقلب غضب شارعها من زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى أزمة قطعت أوصال البيت الدرزي الواحد إن دم ابن رامي هو أغالي عليه جدا ولا نريد أن يرهق دماء زيادة عن الذي حصل فليكن دماء رامي لوحدة الطائفة للاتفاق للوفاق يكفينا لا نريد أن نخسر شباب أكثر من الذي خسرناه زيارة باسيل التي أصر عليها رغم اعتراض الاشتراكيين على خطاب وصفوه بالفتنوي اعتبرها البعض تجاوزا لدور زعيمهم وليد جومبلاط فمناصر جومبلاط يرون أن هناك محاولة للتضييق عليه عبر خلق حالة درزية مشابهة لسنة الثامن من آذار التي شكلها حزب الله لمواجهة زعامة سعد الحريري أن محاولة إقصاء وليد جومبلاط قد بدأت منذ سنة 2005 عندما اغتيل رفيق الحريري وهناك محاولة مستمرة لإلغائه سياسيا وحتى إلغائه جسديا إن كان عبر أحداث كما حصل في قبر شمون أو محاولة التضييق عليه في وظائف الدولة اللبنانية وحتى عبر اختراع قانون انتخابي كالقانون التي جرت عليه الانتخابات الفائتة قولك الله يساعدنا عليه هو ما يلغي الناس وما حدا راكض يلغيه ولا حدا بده يلغيه حاج عايش بها له واجس كلياته ما في شي منه هذا كلام مالو طعم هذا ولم ينفي رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال إرسلان عدم مقدرته على ضبط الشارع خلال أي مواجهات مستقبلية بينما يشيع الحزب الديمقراطي اللبناني ضحياه لا يزال مناصر الحزب التقدمي الاشتراكي في المستشفيات أحدهم يصارع الموت من رملية غنو يتيم العربية